يسكنون في المناطق حوالي المنطقة ريفر وود تعتبر من المناطق فيما هي مساكن شعبية ومساكن ملاك لأبنائها هذه الحديقة يلجأ إليها العائلات نهار سبت وأحد وفي بحر الأسبوع حتى تلعب الأولاد مع بعضها في هذه الحديقة الفقرة الأولى اليوم الذي شد انتباهي في احتفالات في تحضيرات في أشياء كثيرة لـ 2019 Pigeon of the World Mr. and Mrs. 2019 Pigeon of the World حضرت أول تصفية أول راوند تانية إن شاء الله الفاينول حيكون غدا الأحد 2019 بيكون الفاينول إن شاء الله الرابح والفائز نتمنى له النجاح في كثير ناس برازيلي إنديان ساموال لبانون مصر لبانون ميس لبانون تعرفت عليهم وحبيتهم كثير 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 وقلت لهم إنه حتى لو ما ربحتوا ما جيتوا نمبر وان أو بميستر أو ميس أنتوا كلكم ربحونين مجرد الخوض بالتجربة بهذه المسابقة 2019 2019 في كثير في كثير منظمين لهذا الحفل عم يتعبوا عم يشتغلوا داعمين لأنجاح هكذا مسابقات كل سنة لدعم الشبيبة وعطائهم الحق والحرية في التعبير من خلال سفرهم إلى بلاد أخرى وطبعاً الملكات الآخرات والناس المشتركين يأتون من بلاد أخرى لينضموا إلى 2019 الحدث الأهم غداً هو انتخاب ملك وملكة برجين أوفزو وورد 2019 إن شاء الله ننقل إليكم الواقع مباشرة عبر مصور المخرج رافق العقابي ومقابلة مع المتباريات والمتبارين كونوا معنا إن شاء الله قريباً عبر برنامج يشوفوا نحن وين وماذا حدث خلال تصفيات النهائية لـ 2019 كمان أيضاً حدث غهم جداً 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 إلي عقوري الفنان المدرب الرقص الذي يدرب فرق الرقص منذ زمن بعيد عندما أتى إلى أستراليا وبدأ بتأسيس أول فرقة للشبيبة وبعدها انطلق بعمل مسرحي وبعدها بدأ بتأسيس فرقة أرز لبنان الفلكلورية غداً نلتقي مع الـ Spirit of Lebanon في وسط تومبلون بارك دالينغ هربا ليكون مع فرقة أرز لبنان الفلكلورية الأستراضية والراقصين والراقصات الأجانب الأستراليين والأطفال والأولاد والمغنيين المهجر والفنانين والممثلين وحيثوا يتموا عرض مسرحي أوسكتش سوف نغطي هذا الكارنفال إن شاء الله أنا نبيها حدارة معي عبره تشوفوا نحنا وين في تومبلون بارك دالينغ هربا ومخرج المبدع والمصور رافق العقابي غداً ابتداء من الساعة 11 صباحاً ولغاية الخمسة مساء ندعو بعدم الأمطار إن شاء الله خير الوذا مبين شوي في مطر شوي في ويند ولكن إن شاء الله يتم كل شيء والأستاذ إليا عقوري دائماً نتوالك النجاح والحظ ودائماً في الاستمرار والعطاء 42 سنة من العطاء إليا عقوري نحن نفتخر بك ونرفع لك القبعة ونرفع لك التحية إجلالاً وتقديراً لما تقوم به من أحياء التراث العربي الفلكلوري اللبناني حيث يأتي من جميع الأطياب من جميع الجاليات وليس قصراً على الجالية اللبنانية الجالية العربية الجالية الإسنية عندما ذكرت أمامهم الكارنفال روضهم فرحة كبيرة كلنا ذاهبون لرؤية هذا الكارنفال الذي يعده ويقيمه الأستاذ إليا عقوري ويتم التحضير له ستة شهور مسبقاً لاتفاق مع الفنانين والحديقة وحج الحديقة والخيم في الحديقة ودعوة النواب والمسؤولين للمشاركة في الاحتفال الذي يقام كل سنة 42 سنة من العطاء السنوي ألف شكر المدرب وقائد فرقة أرس لبنان ألف فلكلورية إلي عقوري وفرقتك لك مننا ألف تحية وأجلال عبرنا والفقرة سو إن سو هيكو هيك كما ذكرنا فقرتين اليوم ولكن البرنامج سوف يتضمن أشياء مسلية أخرى فقرات نحفات حصلت خلال الأسبوع وسوف أقدمها لكم كل نهار سلساء عن نحفتين عن أخبار حصلت في استراليا نحن نعيش في استراليا صحيح نحن عرب نحن لبنانيين ولكن أنا نقدر استراليا ونحتري مهو C'est Mwe speak in so and so اخبار طريفة لمرت خلال الاسبوع سواء انترتايمنت سواء سياسية طريفة سواء اي حدث حصل فكاهي نلتقي سو ان سو هيك وهيك معي انا نبيها حدارة ان شاء الله حلقة كل اسبوع معي عاليوتيوب عبر برنامج شوفوا نحن وين سو ان سو نبيها حدارة نبيها حدارة فقرة جديدة سو ان تنسو هيك وهيك من استراليا مباشرة نلتقي قريبا لا تنسو شير سبسكرايب شير سبسكرايب ان رينج زي بال سو ان سو هيك وهيك معي انا نبيها حدارة عبر برنامج شوفوا نحن وين خبرتين طرفتين ممتعتين تسلية عن ما حدث خلال الاسبوع لننقل بطريقة مسلية لكم مشاهدين الاعزاء احبائي اصدقائي الذي امنوا فيه شكرا لكم ولكم الفتاحية سو ان سو